بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم ترك سيدنا موسى عليه السلام قومه من بني إسرائيل في أمانة سيدنا هارون عليه السلام للذهاب لميقات ربه واستلام ألواح التوراه وده كان بعد الانقطاع للتعبد والتبتل مدة حوالي أربعين ليلة وأثناء الحقيقة هذه المدة اللي غابها سيدنا موسى عن بني إسرائيل اختبر الله تعالى بني إسرائيل وكانت فتنة العجل اللي صنعوا السامرين من الدهب الدهب اللي أخذته نساء بني إسرائيل من المصريات لأنهم كانوا وهم موجودين في مصر هنا كانوا متعودين في الأعياد بتاعتهم يستلفوا الدهب ويستلفوا الصيغة بتاعة المصريات يعني يلبسوها بعدين يرجعوها فكان الأمر الإله أنه هم يتركوا مصر وينطلقوا مع سيدنا موسى عليه السلام فخدوا الدهب ده معاهم وهم ماشيين وده اللي أخذوا السامري وأذابه وصنعوا وصنع منه العجل وأطاعوا السامري وعكفوا على عبادة العجل من دون الله تعالى نصحهم سيدنا هارون وذكرهم سيدنا هارون وربنا سبحانه وتعالى أثبت ذلك في القرآن الكريم لأن موجود في بعض النصوص اتهم نصوص أخرى غير القرآن غير الوحي الشريف باتهم سيدنا هارون بالتقصير وحشاه عليه السلام قال الله تعالى وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّا رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي يعني ذكرهم سيدنا هارون ومش مرة واحدة مرة واثنين وثلاثة المدة اللي غابها سيدنا موسى عليه السلام لميقات مولاه سبحانه وتعالى يعني سيدنا هارون ذكرهم وقال لهم اللي انتم فيه دمتحان انتبهوا لقد أضللتم بهذا العجل اللي انتم عكفتم عليه تعبدوه وذكرهم سيدنا هارون عليه السلام بإن المستحق للعبادة هو الله الرحمن لا إله إلا هو ودعاهم سيدنا هارون مرارا وتكرارا للاقتداء به في عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى فقال لهم كما ذكر القرآن الكريم على لسانه وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي هل سمعوا كلامه؟ لا لم يستمعوا ولم يسمعوا ولم حتى يعتبروا لكلام نبيهم هارون ذو القوم أرسل الله فيهم نبيين كريمين سيدنا موسى وسيدنا هارون لما رح سيدنا موسى لميقات مولاه ترك عليهم سيدنا هارون لأنه خايف منهم عارف أنهم أي حاجة تردهم عن الحق والحقيقة أنه ردوا كمان على سيدنا هارون رد بيدل على بلادة الفكر وانتماص البصيرة وانعدام الإيمان مطلقا ده ردوا على سيدنا هارون ويقولونه كما ذكر القرآن الكريم قالوا لن نبرح عليه عاكفين قالوا لن نبرح عليه حاكفين حتى يرجع إلينا موسى إحنا هنقعد نعبد العجل ده اللي عملوا السامري من الدهب لحد لما يرجع موسى ده ردهم على نبيهم هارون اللي سيدنا موسى أقاموا عليهم حتى يعود وفعلاً رجع سيدنا موسى عليه السلام إلى قومه غضبان شديد الغضب شديد الحزن بعد ما أعلمه ربه سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى شاء امتحانهم شاء أنه يختبرهم أنه يختبر مدى ثبتهم على الإيمان ومدى تصديقهم لنبيه وعدم تكذيبه فعمل لهم الامتحان كان هذا الامتحان قال تعالى مخاطب النبيه موسى عليه السلام قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع سيدنا موسى وكان عرف بقى مسألة الإيه الإضلال اللي وقعوا في ده فرجع سيدنا موسى وبيده الألواح التي تلقاها من ربه وتحولت فرحة سيدنا موسى بالألواح لأن ده شرف كبير جدا أن أمة ينزل فيها ولها كتاب ده شرف عظيم لأي أم فطبعا حولوا فرحة سيدنا موسى إلى أحزان الألواح اللي جاي بيها سيدنا موسى فيها نور وهدى وموعظة ورحمة لبني إسرائيل تحولت بفعل بني إسرائيل في قلب سيدنا موسى إلى حزن عميق لضلالهم من بعده وبالذات بقى الحزن اشتد في قلب سيدنا موسى وطبعا عرف الخبر قبل ما يقبلهم قبل ما يشوفهم لكن لما عد سيدنا موسى ورآهم وقفين بقى عاكفين على العجل يعبدونه ويرقصوا حواليه ويغنونه بيعبدوا على مزاجهم فطبعا ملك الغضب عليه كل نفسه عليه السلام وأخذته الغيرة على دينه وسيدنا موسى كان غضوب في الحق فصاح موسى بهم بئس ما خلفتموني من بعدي بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم يعني لم تنتظروا استعجلتوا استغيبتوني وقلتوا ده غاب هنقعد نعبد العجل الذهبي ده حتى يعود إلينا موسى فوبخهم سيدنا موسى على عبادة العجل وعلى عدم انتظاره وعلى العجل اللي هم كانوا فيها عدم انتظاره حتى يرجع إليهم من الطور وتصاعد وتزايد غضب سيدنا موسى وكان غضبه ده لإيه؟ لله وصارت نفسه صارت بثورة عارمة وألقى الألواح من شدة غضب سيدنا موسى عليه السلام هو رايح فين وجاي لقيهم إيه؟ دولة اللي أنقذهم ربهم سبحانه وتعالى وأجر على إيدنا بيوم العديد والعديد من المعجزات فطبيعي إنه يمتلك الغضب سيدنا موسى فرح رامي الألواح من غضبه من شدة غضبه وأسفه وحزنه من هؤلاء البلداء من قومه اللي ربنا أكرمه وشرفه برسولين كريمين سيدنا موسى وسيدنا هارون وأنزل إليهم وصايا مباركة وجعلهم أمة لها كتاب لها كتاب ينعمون ببركة اتباعه في دنياهم ويحصدون خير هذا الاتباع في أخرهم إلا أنهم قوم يجهلون كما وصفهم سيدنا موسى ولما ألقى الألواح سيدنا موسى بقى من شدة غضبه وأقبل موسى بكل غضبه العارم على أخيه هارون الله تعالى يقص علينا هذا القصص قال تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه شوف الغضب اللي امتلك على سيدنا موسى كل نفسه ألقى الألواح ورح جارر سيدنا هارون سيدنا موسى ترك سيدنا هارون ينصحهم ويعظهم ويرشدهم ويهديهم إلى الطريق المستقين إذا منحرف أو ضل هو قال له كده قال له ذلك وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لأن سيدنا موسى أدر الناس بقومه لكن سيدنا هارون عليه السلام الحقيقة ما أدرش عليهم وده حنشوفه بعد كده في بقية القصة وربما يتعجب من يقرأ هذه القصة من غضب سيدنا موسى على أخيه هارون وإنه يسحبه كده من راسه ويجره من راسه ومن لحيته لكن الحقيقة إنه هذا الغضب من سيدنا موسى كان غضب لله تعالى لأنه عارف نديه مصيبة كبيرة عملتها بني إسرائيل وها هو موسى يأخذ بشعر سيدنا هارون عليه السلام بيمينه وبيجره كمان من راسه بيمينه وبإيديه الشمال بيشده من اللحية بتاعته فبيشده بيجره كل ده بني إسرائيل شايف وبيهزه في عنفه قسوة وهو يحاسبه ويعاقبه لأنه هو أقامه أقامه عليهم يعني هو زي ما بيحسبه بيعاقبه في الوقت نفسه يعني أنا أسيبك أروح لاستلام التوراة وألواح التوراة والوصايا التي فيها وأرجع عليكم بتعبدوا عيقل وأنا أقمتك عليهم يا هارون فبيحسبه وبيعنفه ويقول له كما قص علينا القرآن الكريم قال يا هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري طبعا سيدنا هارون عليه السلام كان مدرك جدا ومقدر جدا غضب سيدنا موسى عليه السلام لأنه عارف أن قومه من بني إسرائيل وقعوا في مصيبة كبيرة مصيبة الشرك بيعبدوا وسن فبدأ سيدنا هارون يعني يحاول إرضاء سيدنا موسى ويحاول استعطاف قلب سيدنا موسى وقال له قال يا بنا أم وبنا ديه كده بالنداء والنداء في اللغة العربية فيه تودد وفيه ترقق وفيه استعطاف لمن تكلمه قال يا بنا أم قال يا بنا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وفزع بني إسرائيل من حال سيدنا موسى مع أخيه هارون شايفينه بيجروا من راسه من لحيته تخضوا وبطلوا بقى كفوا عن الرقص الذي يرقصون والغناء الذي يغنون حول هذا العجل الذي يرهفون حوله وأقبلوا ينظرون ما لا يصدقون شايفين أن سيدنا موسى يعاقب أخاه هارون بينهم بأيديه فرحوا أقالين كده في نفسهم فماذا يفعل بهم يعني أو ماذا يفعل بنا لو فرغ إلينا بعد ما يصنعه بأخيه هارون وهم عارفين كويس جدا أن سيدنا موسى طبعه حاد وغضبه عنيف في الحق وشايفين أن سيدنا هارون مستسلم لعقاب أخيه موسى ولومه وغضبه وكان هارون عليه السلام هائب من موسى مطيع له لأنه عارف المصيبة اللي فيها بني إسرائيل ما بيردش حتى على سيدنا موسى بل بيستعطف سيدنا موسى ويرجو سيدنا موسى لكن سيدنا موسى عليه السلام عاد وأمسك برأس أخيه ولحيته وهو يتفجر غضبا لله تعالى لأن العذر اللي قال سيدنا هارون لم يكن مقنعا بالنسبة لسيدنا موسى فاعترف سيدنا هارون بالسبب الرئيس وقال لموسى مستعطفا قال بنا أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء أولا ولا تجعلني مع القوم الظالمين صدق الله العظيم